اشتركوا في القناة 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 كمية يكتار عليها شبه لسنا نجرب طويل بقنا عليها تقدر تاخدهم بسرعة راح كمان بعد هايدي النتيجة اللي بايني من تحت هاي اللي بديها انا هلا بعد اكتر شي بالفقرة التانية ننقل شوية الكمية بنضربهم شوية شوية انا فيه ساعة بالماء بساعتها بالماء بساعتها بالماء بننزع السوس ليه لانه بس يدخل لماي الماء بينزعه موتش ضاين عندكم اكتر من هار ممكن دل يبقى منا شوية صغيرة ممكن انا فيشن هيك بنحط زيت زيتون فينا نحط الخل كمان وبقس يولا هلا اخر ضربة زيما بارمت مظبوط نرجع بالفقرة التانية اشتركوا في القناة ياله تمام اعزبتنا شوية بس بسيطة هلا راح جيب بشي فضيون فيها هيدا هي راح تكون فوق البروكولي سمنا بباستو هيدا الشي مشهورة الارجنطينية الاكلة كتير نكتها طيبة فيها خل زيت زيتون كسب الرابق دونس بار احمر حطينا الاريغانو الزعط ياللي فيغن تكونوا اليوم مكايفين على الاكلة ايه اذا ايك لونا شو حلو راح فرجيكم لو حطينا الماء كانت سودة الدغرة ويظن هيدا اللون البدنا ايه نحنا ونكها سوبر طيبة بيه مكونات سوبر طبيعية يال راح تركها عجنب برجع شغلة بعدين هلا فعلنا راح ننتقل هالوقت البلدش يغلو فيه الطوم هخفف النار علينا ما بدي كتير يحترق الزيت هون راح حط زيت زيتون هلا هالمقلية حدي بلش قطع هالستيكات يلي هن القرنبيط ناخد حبة القرنبيط ونبلش نقطع سليسات هيا شغف الستيك بديها انا اللي هم نقلها ستيك لان شكلها مثل ستيك اللي هي ما شايفين حبة قرنبيط من قصها هيك بشكل ستيك هر طبعا ستيك عطول بقصوها 200 جرام 180 جرام ايدي هي هلا بنشبيع كل الميلات اكيد نملحها مبهرة هم هم هنصل عنا ثلاثة بورشن هلا الباقين الفقرة التانية نكفي لهم شاوية هيني على الاكلة بس طعمات سوبر رائعة ورح تستغربوا هالمكون اكيد القرنبيط طيب كتير طوم تحتهم البوري رح يكون بالزيت زيتون يعني عطول الزيت زيتون والطوم مع بعضهم كتير بيعطينا هيك نكهة سوبر طيبة وياللي ما بدي يكون فيجن رح ندخله نحنا الكرام فراش فإذا ما فينا مع الطوم والزيت زيتون طبعا بس يبردوا ونضربهم بالميكسر وفينا زيد عليهم الكرام فراش بيطلعنا نكهة ولا اطيب سوبر طيبة وياللي بدي يروح بلا شيء أجبان وقلبان او كرام فراش متل مانا طوم مع زيت زيتون هون الستايك للقرنبيط اللي عم نشويهم وشي مشهوري صوص ياللي صار جاه زيت 3 مكونات بطلع لكم طبق فيجن عالاخر هلا رح بلش انا نحط البعض الأسود عليهم بلشة ملاح فينا نأول زيت زيتون كما بعد فهند الثوم الحبانة الكامل هون راح أطعوه بالنورس كما هي راح أطعوه شوية معاهم يعني بيعطونا النكهة وكمان الباسط عبول الأكلة كل شي حاطينه بها الأكلة حلو يبين كمان هول اتنين ايتيم راح نشويون مع بعضهم هلأ في الفكرة التانية راح نعمل راح نحضر أنا هلأ الأباراي الأباراي يعني هي الكرام فراش وحبة البيت ملح وبهار راح أطعوه أنا مع بعضهم هاي دي الكرامة هاي كبير فكرة التانية دغري منبلش بالبطاطا بكون استوت نمعس البطاطا منحطها الأباراي السبانغ اللي بدنا نقليها مع البندورة الكرازية مجو نحط لها جبنة عوجها ونطلع لنا الباي اللي هي من البطاطا الباسط عبولها أكيد فيها الحشو القريب كتير على الكيش بس ما لنا عجينة كيش عجينة البطاطا هلأ بانتظار أن يستووا الستيكات اللي عنا راح نروح البريك ونرجع ونشوفكم بالفكرة التالية ما طوالنا الغيبة رجعنا على المطبخ نحنا كنا بمرحلة بعدنا عم نشوي الأرنبيط شوينا أول قسم وهلأ في القسم الثاني راح نكفي لهم شوي فعنا الثوم البريك راح كمان هلأ نشتغل فيها يلي هي حطينا زيت زيتون مع الثوم واستوت حبة الثوم على الآخر هلأ راح أطحنهم بالميكسر راح فضيهم هوني أنا هلأ نجيبهم على الميكسر كلمال نضحنهم مع بعضهم اشتغل في حديث اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة ويضعون اشترك في القناة contrasting اشترك في القناة نحن نستخدمهم في الفكرة النهائية هون القرنبيط عملي شوية طريقة شوية حطينا شوية زيت زيتون هلا منقلبهم شوية هكيد ما عملي قليل نحن سيزال زيتون هيك رمعنطيهم اللون يحمصوا شوية هكيد يستوى عروا هلا فعنا كمان الابيطايزر هح نعمل بوتايتو باي شو هي البوتايتو باي متل ما كمان باول فكرة بالفرن حطينا روس البطاطا الحجمة متوسط خطيناهم عمين شووا عمية وثمانين درجة بدهم أربعين دقيقة شو الحشوة رح تكون هنه متل ما قلنا رح استخدم هالصانية هلأ بجيب البطاطا من الفرن رح حطهم بهايدي الصانية ومعصن يصيروا متل عجينة بهالصانية بنبدع الصانية كلها بنرجع بنحضر الحشوة الحشوة هي رح تكون البازل الإبنار يعني السبانغ رح نحطهم نطبخهم طبق تعرفوا سبانغ بدوق ودغري رح نحطهم بطريقة رح قطع بنادورة الكرازية كمان كلمان ينطبخوا مع بعض هلأ خطت زيت زيتون من تحت هلأ كمان شوية زيت زيتون ملح بهار ورح نعمل أباري اللي هي متل ما قلنا الكرامة مع بيضة وملح بهار أسود هلأ بنادورة الكرازية نحطها هيك بالنص كم حبة رح نزيدون على السبانغ وكيد هالسبانغ كمان نحط لهم كمان الأبنار يلي هي سوري نحط لهم الكرام فراش هيك كرمال تطبخهم مع بعض هلأ نعطع كم حبة وآخر شي بنحط المونزاريلا المبروشة عوج هيدا عوجها البوتايتو باي ونحطها بالفرن كأنه مفوتين صانية بيتزا نحن البطاطا مشوية الأبنار الحشوي كمان مطبوخة بدال فيه بس عملية مفوت هالصانية على الفرن كرمال ندوب جبنة عوجها بس هلأ هون بنادورة الكرازية نحطها فوق فوق اسبانغ هلأ بس تحوى طنجرة دغري سبانغ بدوبو هالأخر هوني ملنا الكريمة قبل ما يفقش البيضة لحسقط شوية كريمة ملح بالفرش ما بنا نكتر كتير رشب ملح وبهور وزيادة هوني شو بده عمل بنا نعمل الأبارين كما قلنا كريمة فرش مع البيضة ملح بار أسود نجيب شريط الخفق البيضة دورة بتخليها تكمش هالسوس عبعضة بس كنا هم نعمل أوملات كمان بس نحط البيض البيض بخلي هالمزيج كله يلا هاي اللي عبارين جاهزة بانتظار البطاطا هلا ونطلع البطاطا بعد شوية نشوف إذا استوى مزبوط نحن نريد معصم معي هوني هالقرنبيض ماشي حالو تمام خليني ملح وبهر هون هلا هيا ملح صغيرة هادي بار أسود هادي الصينية اللي حطيت فيها أنا هالستيك لبروكولي سوري العرنبيض رحطنا ناك حط بعضهم رجع نفوتهم عالفرن بتينوها الكفر بدنا هيا نحن هادي حبيب التوم هلا كيدا هاخدهم عالفرن أنا هلي كفوا استوى تيصيروا هيك صوف وصيروا ترايت تروح القرشة من البروكولي لان هوني عالغاز عملنا المهمة اللي علينا ستويني هون قدمة فينا هلا منكفى شوية بالفرن تتصير صوفت وتتصير طيبة مع البروكولي التوم اللي رح نعملها ومع الاشي مشهوري كميسر جاهزة نحطها عوجها هلا نشوف البطاطا هشو وضعها هيا خد رأس بطاطا هلا هونت ما شايفين السبينغ مع البندورة الكرازية مع الكريمة الملح البهار هايد الحشو مع الأباري هايد رح تكون حشوة بوتايتو باي عظيم هيا البطاطا رح أصها بنوص مع قشرتها بنطلقة هموسفهم بالطريقة يعني احنا قدلت العجين تلكيش هم نحط بطاطا من شوية دوس هوا عليك را هيدا ابقسر هيدا المطلوب حتى هولي نحطهم ونترك شي هجيب البرس عنا هلا او هاي دي السباتول كما يبدأ يكبس على البطاطا يصيرو بسويت الصينية تنقدر نحط الحشوة نحطهم ونكبسهم معهم الخاف تصيرو كلهم فلات أبعض عم نعمل نحن أول طبقه نرجام نحط الحشوة نرجام نحط الأبقرية نرشلنا رشد ملح ملح هالليون نرجام نحط الأبقرية نرجام نحط الأبقرية نرجام نحط الأبقرية نرجام نحط الأبقرية هاللي الحشوة يصير جاهزة كمان نرجام نحط الأبقرية نرجام نحط الأبقرية نرجام نحط الأبقرية نرجام نحط الأبقرية وبينك ضغري بيدوب نحط الأبقرية نضيف عليها والجبن نفوط على الفرن نرجع عند زملائنا آلة نضيف البيض ملح هيري جبنة الموزرلة لإخر شيء كمان هطول الجبن نحطها على النص لان هي بس الدوب تتوزع على الطوارف وهي ده هي هيده هي فطيرة البطاطا يلي نحن شبنيها حطينا البطاطا من تحت سبانغ مع الكرام فراش مع الباندورة الكرازية ملح بهار حطينا الموزرلة والأبراي كمان مع بعضهم هلأ رح أخذها أنا على الفرن ضغري من بعضها رح نروح نكفي فكاراتنا مع زملائنا مش هدينا حلقتنا وصلت لخيمة ومثل العادة منودعكم من المطبخ بعد ما نحط اللمسات الأخيرة على أطباقنا اللي نقدم لكم إيها بشكل يومي تتكونوا عم تاخدوا أفكار اليوم عملنا ستيك الأرنبيط بما أنه بيخترع اسمي أنا كمان بدي أخترع اسمي شي مشهوري وكيش البطاطا مظبور شو رأيانك؟ جريت على الأصل اليوم تدى الشيء يلا رح نبلش متلنا رح نبلش بمالة جورج هايدي البايل بوتايتو نحنا ما عملنا عجين تكيش عملنا البطاطا المسلوقة شوينيهم 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 ورجعنا كبسميهم بالبراس وعملنا الأباراية اللي هي كرام فراش مع الفيضة واحدة وملح وبهار حطينا الإبنار مع الطومات شريز حطينا الموزاريلا على وجهة صارت جاهزة حلطينا روكة طومات شريز هايك عجانة مثل ما بس نشيلش بورشن فينا حط روكة فوقه هلأ عنا الطبقة الأساسية هايك الأبارايت اوكي عملنا هون البريد البريد توم شاف يعني هيدا الطبقة خالص هيدا خالص خط فيها نقله شاف بس كون انتريستد بحفظ ها اوكي هلأ هيدا البريد توم رح نحطهن هون بطعب الصحين الملكي هلأ يخدولو كلوزا على الطاولة كيش البطاطا اللي هي أساسة مش عجينة عادة جورج بطاطا بطاطا مسلوقة ولا مشوية قلتشا مشوية وكبسة لأ مشوية بالفورن اوكي هلأ أكيد سلقنيها قبل ما نشوية تنشوها بشكل أسرع صح شاف هاي هالبريد توم اوكي حطهم كلو بصعب هالهي زيت زيتون وحطينا التوم الحب اوكي وشو كمان اللي نيهن قليل واخر شي حطي ضربناهم بالميكسر وحطيتنهم شوية كريم فراش تقريبا قريبا كريم فراش يعني كم حسطوم قبيل لكريم فراش يعني عندك تقريبا شي 12 حسطوم حطينا ملعتين كريم فراش مش كثير اوكي بس هيك الكرمال تسمك شوية اوكي تغنينا عن الجارليك بيست شاف يعني حتى فينا هيدا نستعملها ازا ما ناكل عادة عن الجيج او شي وهيك هلا بتلبق البطاطا قطة هلا بس اللوقة هلا تشوفها يعني هيك فيجين مع البروكولي قصص هيك بس اش يا لحوم بحصها لا هتفضل بنا اوكي 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 فأزا قصينا الارنبيطة تقريبا ترانشات عراض مظبوط تصارت شجرة من بيني هادي اوكي اوكي هادي شجرة عن جاد جاد ايه حلو برافو هاديك البروشنت الزرار اوكي هاديك الاسندرة 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 بتعمل بأصلك يا جش انا عرفت عبتعملي دايت انا? اكتر من هين هلا التوم المش شوي لا رحبيت التوم او براف علايك جاد اقول يعني هو قلبي بداية الحلقة لا راش تصني ايبه غير محبي التوم ما حيليقوا انه هيدا الأكلة تصايدة لا رحلوا انا بتشبهون يضال عندنا هذا الشي مشهوري صوت الارجنطينية اللي رح نحطها على وجه الأرلند ذكرنا شاف هايدي شو الانجريديونت نحنا حطينا البعدونس باعد باعدونس باعد كذبرة خالة تفاع زيت زيتون خسطون حطينا تشيلي تشيلي بحس تشيلي الباودر وحطينا الأوريجانو حسنا 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 انا دقتها تحت الهواء طيبة دقتها بلا أول ما دقتها حسيتها باستو بعد قالت لا نعم نعم احنا دقتنا البطاطا أه صندرالطميتو هون هاي تمفرومون يا ميشي مرشون عطوا لون الأحمر مممم أحب البنادورة المجفكة أطلب من البنادورة الفرش باكيد أطلب يلا شو رايك باستيك؟ جنن استيك فيغان على پرفيكشون يوه غنيب إنك هات أحمى الشيء أنا بحسة أشباع بدي حسب لنك لحظة كما حملتني صحنك؟ لأ أهمى هو صحنان يلا طيب خلصنا مهاك دوي عصر يا يلا هلا مجيب سباتيول كمان دا تنسكوب إننا نقص الكيش تنشوف بس الطبقات فيها والكالرز وهيكي أبيلكم تقصوا على هوا؟ ايه يلا ايه أكيد ايه أكيد فيه وقت معنات ونستفيد شو رايك تجيب النص تأخذ الكاميرا بنخذها؟ نا نخذها نا نحن انه يجب السرح نا نعم نا نحن لك نا نحن لك نا نحن لك نا نحن لك نا نعم ها نعم كما يجب سيكون نا نحن لك لا أكل لحالي هذه جوج شكرا صحيح هم توصل للعالمية باللغات أتحييك أنا ماذا أكثر لغة تحب؟ العربة برازيلي بأنه اليوم عامل سوس برازيلي أرجنطني أرجنطني طيب جوج شو؟ هل هيكو ندو؟ لا ما عبرنا ندو أنا بحب هيك أكل على رواع بدي أقلعك مرسي كتير على اليوم عرفتنا على طبق سريع سريع وللأشخاص اللي ما بيحبوا يدخلوا لحوم على أطباقهم وهي كمان ما نغير نبعد شوي عن اللحمة والجاج ومنجرب شي جديد حبات البروكولي خلق حبات التجو بأنه بدك تجرب هلا الهيدن هني مع بعضهم رح تكون هيك طيبين لازيزين والأرنبيت نحنا معودين عليهم أن نقليهم قلي كتير نحنا حطينا زيت زيتون وعمل ليلهم كفر هيك لونيهم شوي وشانا كفاينا شوي بالفرن تا ما يشربوا كتير زيت يعني هيدا أهم شيء ولأ طبق صحي والطوم المشوي مميز ومهم بالأكل وعملنا البيريتون كمان والشي مشهوري يعني فيه لا بالعكس فيه شو محطرنا للأسبوع المقبل؟ شو في أبكار تانين لازم نعمل لأيك شي مهضوم كمان من بلش لازم أكيد فيه لحم تانين فيه لحم تانين بيبعتورك ريكواست المشاهديات والمشاهدين أوقات؟ بصراحة في كتير ريكواست وفي كتير هلا كل شيء يطلبوا وراء الشاف عندي سؤال عظيم عندي سؤال لك ممكن أوقات يطلبوا منك طبعا أنت ما تكون بتدركوا بتعرفوا بس بتعامل تحدينا أنت تطبخوا على طريقتك أنت؟ أكيد بس بصراحة يعني نحنا رح يصير إلنا السنة وشوي كل الأطباق كل الأطباق مرأت وكل شي جديد وكل طباق يعني مرأ بأكتر من شكل صح يعني وطريقة صح مش بلشنا نعيد حالنا إذا عم نعيد الطباق عم نعيده بطريقة هيك مش عادة إنما طريق التحضير بشكل مختلف وغير صوص وغير طريقة وكل شيء أكيد دي لحظة بدلكم الشغلة من أحنا منمثل الناس الناس بالبيتشو كل يوم بكل 360 هربط بخوا 360 طبخة بعيدوها مجدرة بغيروا بضبطوا شكرا شكرا مرسي لكم مرسي ياس مشاهدين إن شاء الله تكونوا إنتوا استمتعتوا إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين سفتكن عمراني ما تنسوا طبعا تحملوا التطبيق تحضروا الحلقة الكاملة الفقرات مفصلة يعني مهينين عليكم ملتقاكم بكرا مع زملائنا وأنا بلاقيكم النهار الأحد مع زميتي رها باي باي صحتين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم